يستمر مسلسل ما يسمى الانتقام الإيراني في يومه الثاني عشر فقد هددت طهران الكيان الصهيوني علنا بعد أن اتهمته باستهداف قنصليتها في دمشق ما أسفر عن مقتل سبعة من حرسه الثوري بينهما ضابطان كبيران مسؤولون إيرانيون تقدموا المرشد الإيراني علي خامنئي توعدوا إسرائيل بالعقاب لكن حتى اللحظة لم يتغير شيء تقارير الاستخبارات الأمريكية ذكرت أن الرد الإيراني قد يكون وشيكا وخلال أيام داخل الكيان المحتل بالتزامن مع ذلك نشرت حسابات مقربة من الحرس الثوري مقاطع فيديو تظهر محاكاة لهجمات صاروخية على مطار حيفا ومنشأة الكيان النووية في ديمونة وفي هذا الصدد ذكر الأعلام الأمريكي أن قرار الهجوم لم يتقد لغاية الآن ورجح أن طهران تشعر بالقلق من أن الهجوم المباشر قد يأتي بنتائج أكسية في حال اعتراض صواريخها وذلك باستهداف بنية طهران التحتية في وقت حذر فيه الكيان من أن أي هجوم ينطلق من داخل إيران سيعتبر تصعيدا يتطلب رد فعلا في موازاة هذا التصعيد خرجت رويترز بتقارير أوضحت أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن الرد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتسرع في ذلك وردها على هجوم تمشق سيكون منضبطا وغير تصعيدي ليبقى سيناريو الانتقام مجهول الزمان والمكان رغم ذهاب كثير من المحللين إلا أن ما يجري تمثيلية مفبركة لا ترقى لمستوى الانتقام